أهلاً أحباء مشاهدينا حديثي اليوم عن اللمسة المطهرة أو المقدسة ورح أتكلم عن معجزة تطهير الأبرص وقبل ما أبتدي بالحديث أحب أقرأ بعض الآيات من إنجيل متى أو بشارة متى في الإنجيل المقدس الإصحاح الثامن مبتدئاً من الآية الأولى ولما نزل من الجبل يعني المقصود بعد عظة الشهيرة وتعليم المتفوق على الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلاً يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أريد فطهر وللوقت طهر برصه فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم يبارك لنا الرب كلامه على ما سمعنا في هذا الوقت أول منزل يسوع المسيح من الجبل جاء أبرص إلى يسوع وسجد وقال إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أريد فطهر فإذا قبل ما أبتدي عن الحادثة إيه الموضوع البرص اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس وبالحقيقة العهد القديم يعني كان رسله إصحاحين أو ثلاث إصحاحات وأكتر عن البرص وأنواع البرص سواء في الناس في الملابس في المنازل إلى آخرهم في سفر العدد هذا المرض مرض البرص يمكن اليوم قضوا عليه إلا يمكن في بعض الدول في مازال بعض البرص موجودين ولكن اليوم نشكر الرب من أجل الطب أنه اخترعوا أدوية اللي تقضي على هذا المرض ولكن ليس كما كان في أيام المسيح فهذا المرض خطير جداً بكل معنى الكلمة هذا المرض هو مرض عضال كريه جداً خبيث مرض ما يسمي الكتاب المقدس نجس هذا المرض على فكرة وراثة أيضاً ومرض معدي يعتبر ضربة بل لعنة وهذا المرض بحسب التقليد بيجيب الحظ السيء المرض هذا بيبتدي بالجلد في بياض معين وبعدين بيبتدي ينتشر فالجسم أو الجلد الأطراف بتبتدي تتقرح بتتجرح وتتقيح وبتبتدي الأعضاء والأطراف بالذات في التساقط مثل عقد الأصابع الأطراف الأنف صقف الحل وطبعاً هذا المرض بسبب خطورته ولأنه مرض معدي جداً ينبغي إبعاد المريض عن المجتمع وطبعاً إذا بتنظر سفر اللويين صحاح 13 وصحاح 14 منشوف أنه كيف هذا السفر يعني بيوصف هذا المرض الكريه اسمحوا لي أقرأ بعض الآيات بس حتى نوخد فكرة عن هذا عن هذا المرض في سفر اللويين إصحاح 13 خليني أقرأ إصحاح 13 ولكنه موجود بشكل أكتر من بداية الإصحاح و14 أيضاً ولكن في آية 44 فهو إنسان أبرس من بعد ما حكم الكاهن وشافه وفحصه بيحكم أنه هو أبرس إنه نجس فيحكم الكاهن بناجسته إن ضربته في رأسه والأبرس الذي فيه الضربة تكون لاحظ المواصفات تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوف يعني شعره كمان أشعت يغطي شاربي ينادي نجس 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 كل الأيام اللي فيه الضربة مكتوب يكون نجساً إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه فتخيل أنت وضع هذا المريض فلازم تبعده عن المجتمع وهذا يعتبر الموت البطيء التدريجي لما بيبتدي الجسد يتآكل حتى الانتهاء هذا المرض أحبه أو المريض بيكون محروم دينياً بيكون محروم من العبادة كلياً محروم من المجتمع اجتماعياً أو الاقتراب من الناس ممنوع محروم عائلياً تخيل أن الشخص الذي يصاب بهذه الضربة ضربة البرص لا يستطيع أن يقترب إلى زوجته ولا يعني ولا يقدر أن حتى يحتضن أولاده أو يقبلهم هذا المرض كما يقول كتاب يشير إلى النجاسة والخطية كما وصفه الشعياء النبي أنه كل الرأس مريض كل الجسد ضربة يعني يقرأ الشعياء الإصحاح الأول ضرب من هامة الرأس إلى أخمص القدمين هذا هو حالة البرص الروحي اللي بيتكلم عنه الشعياء النبي أو كما قال النبي إرمياء عندما جاء البابليون ودمروا أورشاليم ويقول في الإصحاح الرابع آية 15 حيدوا نجس ينادون إليهم حيدوا لا تمسوا طبعا هم يتكلم عن القادة الدينيين اللي اللي تسببوا بسببهم الرؤساء والأنبياء والكهنة طبعا الكذبة كل اللي تسببوا في ضمار أورشاليم اشتركوا في القناة